صباح الخير يا برج الكوس الجميل. اه هنعمل القراءة العطفية. وانا بشوف الكارتي ده كده في الحالة العامة يعني بتفائل شوية. فالظهر كده ان انت سعيد. وام يعني مبسوط يعني اكي? اه وزي ما يكون حاجة اكتملت عندك. يعني عشر كبايات حب يعني فيه شيء اكتمل. فيه سعادة اكتملت. اه طاقة الشريك يعني دي طاقة مائية بحتة. اه ممكن الشريك اخوت سرطان عقرب ولكن اخوت بالاضق. اه الشخص ده مقد يعني مستقر كده ومقدم عرض. اه ليك ممكن. ولكن 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 انت في اه ذات الوقت اه مغلب العقل على القلب شوية. يعني بيتفكر بعقلك شوية. انشوف برضو التوضيحات هنا ايه? ولكن الطاقة العامة انت مبسوط شوية. ممسوط ممكن تكون مش ظاهر ده من براه لكن انت ممسوط من جواك. طيب. شوف كده مشاعر الشريك. ايه ده? ايه ده? مشاعرك انت? تتعامل مع حد من برج اه الطور ممكن? لا مش الطور سوري الميزان والحوت. برج ناري اسد باناري واسد كمان. انا عاملة توضيحات كده عشان الناس اللي بتحبش التفريط اللي جدا. الورق طيب. خطوة اللي عايز يقوم بيها. خطوة انت تقوم بيها. مم. شكلك كده ناويله. والنية للأه. دي طبعا هو شايف العلاقة ممكن تروح فين? او يحصل فين. طيب. فيه نصيحة الاخرى. مبدان كده يا برج الكوس. اه تقريبا كده ان في حد رجع لك من الماضي او هيرجع من الماضي. تمام? عشان يبقى متفقين يعني. وهذا الشخص كان فيه علاقة اخرى. كرتين بيكلموا عن روحهم. ممكن تكون انت عارف. ممكن يكون كان شخص متزوج وطلق. او اه طلق اه. او مسلا كان في علاقة بقى عاطفية عادية والتانية قالت له مع السلامة وقفلت ستقيه البفوش. او تكون واحدة كانت في علاقة وسايبة. بس هو مجروح جدا. مجروح من العلاقة اللي فاتت. ومجروح منك كمان لانك تظهر ان انت ابتعبت عنه. وسبته كمان لما دخل فيه العلاقة دي. كانت علاقة سلسية. اه حاله بقى حاليا هو مشوش فكريا. اه تعبان جدا. اه افكار بتروح وتيجي في دماغه. مش عارف يعمل ايه. يعني يفكر. يروح لك ولا لا. اروح ارجع ولا لا. فزي ما يكون مش عارف يعمل ايه. مش عارف ياخد اي قرار. خايف منك على فكرة. خايف منك اوي. ممكن تكون انت اكتشفت انه كان في علاقة سلسية وبعدين رمت يسايبه مو قلت لهش حاجة خالص. اوكي? وممكن يكون اه خايف ان انت تتخانق معاه. وترجع بقى الماضي ده تاني وتقوله ده انت وانت وانت. فهذا الشخص اه لو انت بتسأل على انه كان في علاقة. العلاقة الاخرى تخلص منها. وانجرح منها. ممكن يكون مازال فيها ولكن في النهاية. في اه طور النهاية كده. انت بقى انت مختفي عنه وامش مختفي. نخبي مشاعرك. بس انت مبسوط. ودي حاجة غريبة. انت مبسوط. مش بقولك انت ممكن تكون داخليا بس مبسوط. انت مبسوط انه رجع. مبسوط انه انه ممكن تكون مش مبسوط انه تقزى طبعا. ولكن اه زي ما يكون حقك اتاخد. من اخر كده. حقك اتاخد. انت انا قلت مسلا انا قلت له البنت التاني دي مش هتنفعلك وروح ومع ذلك راح خطبها. انا قلتلك الراجل ده مش شبهك ومع ذلك اتخطبته. فانت مبسوط قوي. في قمة ساعتك. حتى لو مش عايز ترجع له فانت في قمة ساعتك. ومخبي مشاعرك الحقيقية عنه. مم. انت مخبي مشاعرك الحقيقية عنه. مخبي ان انت بتقدم له عرض. بتقدم له عرض. او مش بتقدم له عرض. انت عايز بداية جديدة. وعايز تنهي الخلاف اللي ما بينكو ده. عشان كده هو عارف ان في خلاف ما بينكو. في خلاف عموما. فانت مخبي تلك المشاعر. ممكن يكون يدخل يقولك ازايك. وبتاع بتقول له ها اخبارك. عملت ايه معا. فاني يقول لك سكوتي ده طلعت وحشة قوي. وقزيتني جامد وبتاع. ثم انت دهج. وصول له يا حرام. لأ بجد والله. طب ازاي بس انت بترقص في القضاء جوه. فانت مخبي اه مشاعر. مم. انت مخبي زي ما قلت لك. ان انت حقك اتاخد. انت مبسوط قوي. ومش عايز تقول له طبعا يعني انا مش هروح اقول له في وش التاني ان يا ربنا خب حق بانك. لأ. مش كده. انت مخبي الفرحة دي. مخبي انه هو ان حقك رجع. انت حسس ان حقك رجع. تالت وامتالت يا برجو الكوز. تالت وامتالت. زي ما زي ما جرحك انجرح. حب اكد لك بس يا ممكن ما يبينش ليك. ممكن? ولكن مجروح جدا. ومن جواك وزات نفسك انت برضو عندك بداية جديدة. نفسك في بداية جديدة برضو. بس ممكن تتاخر البداية دي. تتاخر لان انت مش عايز. انت برضو ستضل وش مش لطيف يعني. طيب هو شايفك ازاي? اه ده شايفك الكوين يا فالس. مش بقولك. هو يعني شافك ان انت مسيطر على نفسك. وان انت اتغيرت. وبقيت مغرور كده وشايف نفسك. وايه ده فيه ايه بقى? ايه اللي الامر بيطلع على الصبح ولا ايه? الكلام ده بقى. يعني الكلام اللي هو حاجة 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 تشد. حاجة تخد. شكلك كده غيرت. انت غيرت. انت تغيرت. انت تغيرت قوي. انت فجأة كده عملت استقرار لنفسك. بدأت مشروع جديد مثلا. ممكن تكون ثانية واحدة. انت ممكن تكون دخلت في علاقة تانية اصلا. بصبت. انت ممكن تكون دخلت في علاقة تانية. وهو متغاز انك انت دخلت في هذه العلاقة. انت عملت زي ما هو عمل. انت دخلت في علاقة انا كمان هدخل في علاقة. سور يا بيبي. ما عنديش وقت اضيعه. انا كمان دخلت في علاقة انت ممكن تكون تزوجت كمان. وهو شايفك حاليا اه يعني الباشا. خلاص. كل شيء ملكته. العشر كبات. واحد على كرسية. وقطتي السودا موجودة. ومسكة الاسد. بروضه. يعني انا ما عنديش اي شيء. اه ما باتش باقي عالدنيا. ما عنديش اي شيء ممكن يمنعني من ان انا بسط وضحك وهاها في الشارع وخلاص. انا حياتي جميلة. حياتي جميلة هو بالزبط كده. شايفك ان انت رحلت الى طرف اخر. مش خيانة. لا. بعد ما انت سبت انا كمان مشيت. وروحت اتجوز. او اتخطبت. او ارتبط. طيب. انت شايفه ازاي? انت شايفه انه هو شايفه لو هو مقدم لك عرض. اه فشايف انه هو ايه? استنى بقى كده. الكلام ده ممكن يمشي على وجهين. ممكن تكون شايفه انه هو راح قدم عرض الحد تاني. ولما انخزل جالك. بالزبط. شخص ده راح قدم عرض الحد تاني. ولما اتدبت السفة قلبه. قالك مرجع تاني بقى. يقولك الست بقى. لو زوج ورح عايز اتجاوز عليكي ولا راح اه بقى حبة واحدة تانية. هو عايز يرجع عشان واخد عشر عصيان في ظهره. تعبان قوي. قوي. وانت شايفه انه هو كمان راحل من عندك. عارف لما يكونوا ايه? هديك مثال. الناس المتزوجة بالتحديد. لما تكوني وقفة جنب زوجك. وقفة لان انت الكون الفوندس. اه. انت لو زوجة فكان شايفك ان انت برنس. انت برنسيسة بتاعت البيت. وقفتي جنبه وساعدتي وديتي له فلوس. وخلتيه قوم على رجله. وفي الاخر لما بقى الكنج اوف بانتكلز بقى راجل معاه فلوس. يقدر يفتح بالتاني راح فتح بالتاني. راح فتح بالتاني. وسابك انت بالضبط. سابك انت مع الاطفال بقى وسابك تتحمل يا عبء الحياة لوحدك. بس متخفيش. خفيش. اللي حياة فوقته. متخفيش. لو انت انت حقك رجع تالت وامتالت. انت ممكن تكوني تزوجت حدي تاني. او او عايزة تتزوجي. انت عايزة تتزوجي. انت نفسك تتجوزي تاني وتبدأي بقى حياة تانية. لان شخص خذلك. هذا شخص خذلك. ولو كنت في علاقة عاطفية فانت عادتي مع هذا شخص عشرة سنين من الاخر. ويوم ما بقى شخص سوي. وشخص كويس. راح اقدم عده لحد تاني. واسابك. عشان كده شايفك ما تتعوضيش. شخص ما يتعوضش. شخص دماغ. شخص كويس. شخص مسيطر على حياته. بيعرف يمشي اجدى حد. عشان كده بقول زوجة. لان ده بتروض الاسد. شخص متحمل. هو طبعا كان بيرقبك وشايفك مسكة البيت ولا تهزي فيك شرايا. بس مين قالك? مين قالك? مانا كمان تعبانة. انا تعبانة وكنت شعرة بخيبة امل. انا كمان شعرة بخيبة امل. طيب. هو عايز يعمل ايه? هو عايز يرجع. خلينا مطحين. عايز يرجع. وخايف منك. خايف منك قوي. قوي قوي يعني. واهو. زوجة. عايز يرجع لبيت تاني. عايز تجوزك تاني? او اه لو انت في علاقة عاطفية عايز يرجع. وتتجوزه. عايز يرجع وتتجوزه. مش هو هيرجع كده. لا. لو شخص راح لحد تاني هيرجع فهو عايز تتجوز. وعايزك تبقى مع بعض. لان هو عايز يتشافى من اللي حصل ده. بس احنا يعني الفكرة في ايه? اللي بيروح لحد تاني ده. يعني احنا ما كناش مالين عينك. يعني احنا استبني. ده معنى اضاق. وانا شعرة بكده في العلاقات السلسية بالتحديد لما حد بيروح يسيب التاني بحس ان انا استبني يعني عندك. الله اعلم. اللي انت عايزة تعمليه بقى انت عايزة تنتقمي. بالزبط كده. تنتقمي. عايزة تنفجري فيه. الشخص ده لما سابق انت ما عملتلوش حاجة. انت مشيتي. مشيتي. اول ما عرفت ان هو راح تجوز ولا راح مشي مع واحدة. رحتي قلت له شكرا. رحتي افلى. شخص ده لو رجع انت عتنطقمي منه. انت عايزة تحسسيه بانه ولا يسوى شيء. تا ولا تسوى شيء. انا مية مية على فكرة. زي ما انت شايفني انا كده. انا وحدك كده. انا مية مية. تعايزة تنتقمي منه. وتفجري المعبد عليك. بص تعايزة عايزة ترميه من فوق السطح. يعني تخيلوا الموقف. اتنين المعبد بينفجر وخلاص نقطه من فوق. انت عايزة ترميه. ترميه وتبتدي حياة جديدة. انت عايزة تنهي الشطر ده من حياتك. الشطر ده عايزة تنهي من حياتك. لو انت زوجة فبتقول له لو سمحت امشي. انا مكفية بيتي وعيالي او ابني او بنتي وامشي. انا عايزة تبتدي حياة جديدة. عايزة ما نجيش هنا تاني. فانت عايزة تنتقمي. اتعندك اه روح الانتقم. طبعا حقك. حقك. ونسا تقول لي ازاي ما حقك. لا حقها. وحقق اي حدد ازا سواء رجل او سيت من شخص تاني. بالذات لو طرف تالت. حق التنتقم. بص بقى وشايف العلاقة ازاي. شايف ان هذه العلاقة كان فيها كان يوجد فيها نوع من عدم المصدقية. هو شايف كده. نوع من عدم المصدقية. الله هو اعلم ايه هي. يعني رحل من هذه العلاقة او ممكن يكون شايف ان هذه العلاقة هي علاقة كان يرجع لها ويشتغل عليها عشان يبتدي شطر جديد. هو شايف كده. لما هو ساب الطرف التالت ده شايف ان دي العلاقة اللي ممكن لما امشي من الطرف التالت ده اروح لها. ليه اروح لها? لان هي علاقة فيها فيها شغل. فيها حاجات حلوة. مش مش من عدم المصدقية لا لا لا. هو شايف ان هي لما انا امشي بالزبط. ولما امشي من الطرف التالت عايز يجيلك انت. عايز يجيلك بسرعة. ليه بقى عايز يجي? عشان يبدأ. يبدأ شطر جديد. يبدأ قصة جديدة. الشخص ده من توقع كده. هزو الشخص ما بحبش يخسر. عارفين اللي بيسي بيالزق في حاجة تانية. ومشكلة الشخص ده ما بيعترفش بخطأه. اصلا. اصلا بقى. انت بفهميني يعني. شخص ده ما بيعترفش بخطأه. على فكرة انتو ندمنين قوي على اللي حصل. ندمنين على العلاقة كلها. بس في حاجة بقى. في حاجة. الشخص ده العرض اللي هو جايبه عرض صادق وليس عرض كذب. يمكن يكون غلبكم. لو زوج يعني طلع عينك زي ما بيقوله. وخيانة بقى وكلام بنات. لو بنت فهرتك بقى حوار ايه? اصلا زميلي. اصلا ابن خالتي. طب نخرج مع بعض. تبنيجي مع بعض. مش عارف ايه هو الكلام ده. وانت في قمة الندم يعني على هذه العلاقة. ولكن. ولكن. انت شايف تلت كبات واعين مش مركز في الكباتين. في بصيص امل في العلاقة دي. بصيص امل. ممكن يكون الشخص ده اتغير. ممكن يكون اه اتغير. هذا الشخص اتغير. كان في طرف تلت اتغير. طرف التلت ده فوقوا. ده واخد تلت طعنات في قلبه. فوقوا حرفيا. حسسوا بان انتو الاصل. هو الفرع. طب النصيحة ايه بقى? امم. شو بقولك انت انت متردد. انت مش عارف ترجع ولا? لا. الله. خطوبة او جواز. بص يا برج الكوس. احيانا كثيرة في ناس بترجع لحياتنا بعد ما دمرونا. خلونا زي البرج كده. كله باص. شايلونا الهم. الهم. شلنا الهم معه. حسسونا بان احنا يوتمى. شعور اليتيم بالزبط. خلونا نشيل عبء الحياة لوحدنا. ومشي. لو انت زوجة انا عارف. عارفة اللي بقوله والله. عارفة. عارفة ان المطلقات بالتحديد بيبقى عبء الدنيا عليهم بذات الست. الست عموما. لان ست بيبقى فيه اطفل مش عارفة تتجوز ولا تشوف في حياتها. هذا الشخص لو كان زوج فهو لا يجع مرة تانية. وعايز ترجعه تاني. اوكي? وعرضة حقيقي. وعرضة صادقة. وشاعر بالزبط. وشاعر ان انت انت الاصل. انت المرأة الحقيقي. انت الشخص الحقيقي. لو بنت وراحت لواحد تاني فهي شعر ان انت الرفيق. وحتى تغير عشانك. اهو الانبق بص بيبقلكو ازواج ممكن? ازواج. هو عايز يرجع. عايز يرجع. عايز اكتبقى مراته تانية. فالنصحة بتقول لك ايه بقى? بتقول لك خد قرار لو انت انت متردد. اوكي? متردد. ولكن انت شعر بالسعادة. بنا بقول لك السعر دي حي ما نعرفش مصدرها ايه. ممكن تكون مصدرها ان انت مبسوط. انت مبسوط بانه ده ربنا خدك حقك. دي حاجة تبسط طبعا. كيه طبعا. بس انت بقى متردد من فكرة ارجع. اه ارجع بقى ارجع يا حلاوة يا حلاوة ارجع بقى وتعمل فيها بقى اللي انت عملت قبل كده? اكيد لا. ولكن هزا الشخص فعلا مصمم ان يرجع. الشخص يا شايفك انت الرفيق. انت الرفيق. وعايز يرجع تاني بقى في استقرار ما بينكم. وفيه هدوء. فيه هدوء. بصوا. انتوا تتخنقوا تقريبا. كل ما يكلمك في التلفون تتتخنق معه. انت عملت وانت سويته. لكن انت عندك طاقة انتقام علي قوي. انت عايز تنتقم. عايز تنتقم انتقم. انا مش هقولك لا. سمعه بكلام اللي انت عايز تسمعه لي. مش هقولك لا. ولكن ما تبقاش في الطاقة دي. الطاقة دي مش حلوة. طاقة انك انت تفضل متردد مش حلوة. خد القرار. ولكن النصيحة انت عايز تعمل بقى تعمل. مش هستعمل خلاص. لكن هذا شخص صادق وعايز يرجع. بس هو يعني بيبين لك عكس اللي انت شايفه. بس ده ده اللي اقدر اقول. شكرا يا برج الكوس. ويا رب كون يا رب كراءت كونها جابتكم. وان شاء الله يبقى فيه راحة بقى لكل اي حد شايل هم واي حاجة. وان شاء الله ك発 اعمالية متworth وئائك شكرا لكم حتونا على مستقلات ا Portugal.'. اشتركوا في القناة المشاركة ما